عندنا مباراة يوم الثلاث انا بشوفها مباراة نقطة التحول مباراة يوم الثلاث اللي جاي هي مباراة نقطة التحول هتكلم عنها ولكن في دور المجموعات عندي مواجهة سانداونز يوم السابت يوم السابت عندي مواجهة غاية في القوة الفوز بيها سيكون بست نقاط مش بتلاتة بست لانه بطل جنوب افريقيا هو صاحب الصدارة انا دايما كنادي اهلي بعمل ايه ببص دايما على الصدارة فببص على رقم واحد مش مهم ان انا نزل رقم واحد وانا ما سعدش لا انا عايز اصعد وعايز ابقى رقم واحد فبعد ما نادي سانداونز حقق الفوز على الهلال والقطن الكاميروني اصبح ست نقاط والاهلي لعب مباراة واحدة وتم تأجيل المواجهة الاولى امام بطل الكاميرون بسبب المشاركة في بطولة كاس العالم الاندية ولكن لكل حدث الحديث الاهلي عندنا مواجهة قوية جدا يوم الثلاثاء المقبل على استاد اسوان مواجهة الاهلي بيرغف فيها في تحقيق الفوز علشان يفض اشتباك الصدارة بعدما تساوى مع في عدد النقاط برسيد سبعة وتلاتين نقطة ولكن بثلاثة او اربع مباراة ثلاث مباراة اقل هم لعبوا تمنتاشر مباراة فيوتشر بيراميدز واحنا لعبنا خمستاشر مباراة اذا هناك فارق ثلاثة مباراة مواجهة اسوان صعبة جدا لانها امام فريق محترم وعريق بيقوده مدير فني متميز كابتل ايمان الرمادي اللي نجح في انه يحقق العديد من المفاجآت القوية في الدولة قدر ان هو يفوز على الزمالك والمصري الحقيقة فريق اسوان شكله تغير تماما بعدما تولى كابتل ايمان الرمادي قيادة ابناء ظهرة الجنوب على الجانب الاخر زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بيدخل هذه المباراة باحثا عن شيء واحد فقط وهو الفوز ولا غيره اصبحت مباراة اسوان مباراة ضرورية او اصبح الفوز على اسوان ضروري جدا لاستعادة نغمة الانتصارات بالمناسبة انا حالعب مباراة يوم اسوان يوم الثلاثاء الساعة 3 الدهر انا عندي كل عندي تلاحم مباراة كل موسم وانا اتكلمت عن هذه او عن هذا التلاحم والاجهاد اللي حيحصل اجيب لحضراتكم الحلقات من حوالي شهر تقريبا قلت هذا الكلام ولكن ده قدر البطل بيخلص من بطولة يدخل في التانية دون راح يمكن الفريق هو ده النادي الاهلي الفريق رجع من السودان على فين على اسوان معسكر لعدم عدل مباراة بعد اسوان ان شاء الله العودة للقاهرة على طول ليه عشان اخش في معسكر تاني عشان مباراة يوم السبت ومواجهة مرتقبة امام سانداونز زي ما حضراتكم عارفين الفريق ماشي خطوة وراء خطوة عشان كده مستر كولر والجهاز الفني المعاون اغلق عمل ايه افل الملف الافريقي مؤقتا استعدادا لمواجهة اسوان مستشفر